بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تتوفر في الأسواق العديد من منتجات تعطير الفم والتي تعمل على تخليص الفم من الروائح الكريهة والبكتيريا والجراثيم التي تصيب الفم واللثة ولكن هذه المنتجات التي تتواجد بالأسواق توجد بها مواد كيميائية أو صناعية لها بعض الأضرار والآثار على الفم واللثة خصوصا لمن يتحسسون لذا يمكننا القيام بصنع معطر فم طبيعي بمكونات طبيعية في البيت وبمكونات متوفرة في مطبخك تلبية لرغبة الكثير من مشتركي قناتي ويمكننا كذلك الاستفادة من هذا المعطر الطبيعي لفوائد أخرى فوائد المعطر معطر الفم الطبيعي في هذه الوصفة يعطي الثقة بالنفس وكذلك الشعور بالانتعاش لفترات طويلة وهذا عند استخدامه تخليص الفم من البكتيريا والجراثيم التي توجد في الفم واللثة وكذا الأسنان حيث يدخل في تركيبة هذا المعطر معطر الفم الطبيعي القرفة القرفة أو الدارسين أعواد القرفة أو القرفة المطحونة فالقرفة تعتبر مضاد حيوي طبيعي للقضاء على البكتيريا والجراثيم مما يعني لنا أن هذا المعطر الطبيعي ليس مجرد معطر للتغطية على رائحة الفم الكريهة وإنما أيضا يعتبر كمضاد حيوي للقضاء على الجراثيم والبكتيريا مما يحافظ لنا على اللثة وكذا الأسنان معطر الطبيعي هذا الذي يتم تصنيعه هو طبيعي ويعمل على إعطاء الفم رائحة زكية مما يشعر الآخرين يعني من يجلسون معكم بالارتياح عند التحدث نتيجة لرائحة الفم المعطرة والجميلة مكونات هذا المعطر قلت هي طبيعية ومتوفرة في كل مطبخ لدينا هنا النعناع أول مكون هو النعناع يمكن استخدام نعناع مجفف أو نعناع طازج نعناع مجفف أو نعناع طازج أخضر كما يمكنكم كذلك استخدام ست قطرات من زيت النعناع في حال عدم توفر للنعناع الطازج ولا المجفف كما كذلك يمكن إضافة قطرتين من زيت النعناع إذا توفر لديك النعناع المجفف في هذه الوصفة لزيادة الفائدة كذلك قلت لدينا القرفة أو الدرسيين القرفة أو الدرسيين هنا القرفة نستخدم قرفة مطحونة نحتاج منها إلى نصف ملعقة من القرفة المطحونة ويمكن استخدام عود من القرفة إذا كانت المطحونة غير متوفرة وقلت هي في هذا المعطر هي مضاد حيوي طبيعي تخلص من البكتيريا والجراثيم المكون الثالث والأخير لدينا هنا القرنفل أو الدرسيين القرنفل أو المسمار عفوا 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 القرنفل أو المسمار قرنفل مطحون نحتاج إلى نصف ملعقة أو يمكنك استخدام كذلك نصف ملعقة من القرنفل قلت أو المسمار يمكن استخدامه على شكل أعواد كذلك فهو يعطي الفمى الانتعاش والرائحة الطيبة ونحتاج إلى كوب ونصف من الماء المغلي هذه هي فقط المكونات وكذلك نحتاج للبخاخ بخاخ من زجاج كما يمكنك استخدام البخاخ المتواجد عند بائع العطور يكون صغير الحجم يمكنك أو يمكنك حمله معك يمكن للسيدة أو السيد حمل هذه البخاخات صغيرة الحجم عند استخدام هذا البخاخ يوضع هذا البخاخ في الحقيبة طريقة عمل هذه الوصفة نضع كل المكونات في إناء من زجاج أولا القرنفل قلت أو المسمار وكذلك لدينا القرفة أو الدرسين نصف ملعقة من كل مكون ولدينا كذلك قلت النعناع سواء كان نعناع طازج أخضر أو نعناع مجفف نحتاج إلى ملعقة طعام كبيرة من النعناع المجفف نضع كوب ونصف من الماء المغلي مباشرة نقوم بتغطية الإناء حتى لا تتطاير الزيوت المفيدة في هذه الأعشاب ونتركها لمدة ليلة كاملة حتى تنقى المكونات مع بعضها البعض بعد مرور الليلة الكاملة نأخذ قطن وزجاجة البخاخ ونقوم بتصفية هذا المعطر جيدا نحرص على أن يكون البخاخ زجاجة البخاخ من زجاج ونقوم بتصفيته بهذا الشكل وذلك منعا لمرور كل هذه الشوائب التي استخدمناها في هذا المعطر وبهذا نتحصل على معطر فم طبيعي مئة بالمئة معطر فم طبيعي مئة بالمئة طريقة استخدام هذا المعطر نقوم بغسل الفم أولا واللسان كذلك لا ننسى اللسان عند غسل الفم للتخلص من أي بقايا عليهم وبعدها نأخذ هذا المعطر ونقوم برشه في الفم باستخدام هذا الرشاش أو البخاخ وكما قلت يمكننا استخدام بخاخات زجاج صغيرة الحجم يمكنكم حملها معكم في الحقيبة عند الخروج واستخدامه عند الضرورة هذه الزجاجات زجاجات البخاخ متوفرة عند بائع العطور محلات بائع العطور يمكن استخدامها بدلا من استخدام بخاخات من البلاستيك وكذلك أو إذا لم يتوفر لديكم البخاخ يمكنكم أخذ كمية من هذا المعطر والمضمضة والغرغرة به دون الخوف عند ابتلاع هذا البخاخ لأنه عبارة عن مواد طبيعية آمنة وغير مضرة إطلاقا يمكننا حفظ هذا البخاخ في الثلاجة واستخدامه مدة أسبوعين كاملين وإذا عملية تعطير الفم وتخليصه من الروائح الغير مرغوبة وإعطائه الانتعاش كذلك يمكننا استخدام طريقة أبسط من هذا البخاخ حيث يمكننا فقط الاكتفاء بمضغ بعض ورقات من النعناع الأخضر الطازج أو يمكننا مضغ حبات من القرنفل أو المسمار كذلك هذه الطريقة تنعش وتغطي على رائحة الفم الغير مرغوبة وتخلصه من البكتيريا والجراثيم المسببة للروائح الكريهة هذا البخاخ آمن الاستخدام للحوامل ولكن أنصحهم بعمل مضمضة أو غرغرة بهذا البخاخ لإزالة الروائح كذلك المرضعات يمكنهم استخدام البخاخ ولا مانع من مرور هذا البخاخ أو ابتلاعه فكله مواد طبيعية غير مضرة الرجال كذلك يمكنهم استخدامه والأطفال الصغار كذلك يمكن استخدام هذا البخاخ كما رأيتم كلها مواد طبيعية آمنة وليست لها أي أعراض جانبية مدة حفظ هذا البخاخ في الثلاجة مدة أسبوعين كاملين وبعدها نقوم بتجديد الوصفة بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكراً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة